سبحان الله العظيم الانسان بعد المرات يتحفش متاهات اللي ما كيبقاش يعرف كيفاش يقتر يخرج منهم كيبقى الوسط يدور راسه جهة ليمن ويحاود يدورها جهة ليسر وهو غارق في بلاسته ولكن ربي كبير ما كيسد باب تكيفتح بيبان هما وهات الشي موقع مع قصة خدنا ماليكا خدنا ماليكا اللي عاشت عمرها في اللول في البادية بنت بحالة بحالة اللي بنات كبرات وصلت لسين الزواج زوجوها دارهم بشابتها ووصلتها من خير طالله هات الشي اللي حكيته لي وغتيجي على الثاني دابا كنت في البلادة ولكن قولوه احنا في البادية ولا في العربية وانتقلت للمدينة ولكن قبل ما تحول المدينة بقيت مزوجيه وراجلة وحد المودة تمه ورزقهم الله سبحانه وتعالى وبوحد البنيته زوينا وما شاء الله وبيخير عليها ولكن من بعد وقع عليها وحد المشكل على مستوى الصحة ديالها ما غديش ندخل في هذا الموضوع بزاف وإنما ولتك تعاني ولت من الأطفال اللي محتاجين الرعاية أكتر من المجتمع ومن الأسرة ومن العائلة ومن الكبير ومن الصغير ولكن هذا موضوع كيبقى أبا ما غديش ناضر عليه من اللي بدأتك تكبر لبنيته شوية فكرات ماليكة وراجلها أنهم يتحولوا لمدينة علاش؟ لأن البنيته خاصة تقرى خاصة مستوى عاشقون حسن راكم معارفين الظروف ديال التعليم في البادية را صعي بالحال ومن هاد الفيديو كنقول تحي يلقع الوليدات اللي ما شاء الله كيمشوا وكيدربوا وكيقطعوا الجبال والطرقان حتى يقرروا مساكن في صندلت الميكة وفي تريكوة اللي مقطعين الله يحسن العاون لكل واحد نرجعوا الماليكة ذلك الشيء اللي دارت قالت رجل العفلان من الأحسن نبشيه لمدينة ونشوفه كين نديروا هذا وهذا باش نقرروا البنيته ذلك الشيء اللي كان ولكن كان في الأول واحد شوية ديال الصعوبة باش يجيوا لمدينة علاش؟ لأن ناس في البادية ومعندو مش واحد صالر ما خدمش الرجل شي خدوا مرص مرق ومعارفين البلاد الفلاحة وهذا ولكن من حسن الحد أنه كان عندو واحد القرات محتفظ به وكانوا عندو شي بقيرات شي نعيجات شي ذلك الشيء اللي كيترزق بي الله في البادية قرر باش يبيعه باش يمكن ليشري واحد بريتما على قد الحال في المدينة وذلك الشيء اللي كان تحولوا جاءوا لمدينة كانت الأمور كلها باخير حيشين ما بديتهم في سعادة وهنا بك الشيء اللي قسم الله الرجل يقا بحد الخديمة على قد الحال بقى فيها مهم من هنا من هنا الأمور غادية باخير زوين فهد شيء وأن العلاقة ديالهم كان زوينة بزيث ماليقا كتحمق على رجلها ورجلها كي يحمق عليها وزيد جمع بيناتهم الحب ديال اللي بنيتها وخا عند ذلك المشكلة قد لكم صحي ولكن الأمور غادية باخير من بعد هذه المدة اللي عاش واحد عددها السنوات الرجل الماليقى ما بقاش طبيعي ما بقاش عادي ما كان قصدش أنه ما بقاش عادي ولا كيخونها ولا كيدرش يحويش خيبين لا مسكينه مرد ومشي مرد في صحته مرد في نفسيته ما بقاش ولا تالف علامة حكاية ماليقا كيتقول أنا ما كنفهمش صراحة فهات شي بزاف وإنما كتقول بحلك يقولش حاجة ديال تقاف متقاف ما نعرف شنو مهم ما بقاش ديال طبيعي ولا متأصب ولا بزاف ديال حويش وحتى هي مسكينه كل مرة كانت كتبغي تحمل وتولد شي بنيتا ولوليد الحساب البنيتا ديالها ما كيكتبش الله تقريبا كيكتب جوجو ثلاثة المرات اللي دارته إجهاض يعني كاين مشكل فأخر الماضاف ماليقا سلمت أمرها لله وقالت كتاب المكتب أنني نخاوي بنتي مرحبا مكتبش هاتش ديال الله سبحانه وتعالى سببانيه البنيتا ديال حدثة نحن مثلها وشتر سمحها وشتر سابقا كنت مدفع السابق مطلق الماضي ملعائيا ما توقف دماغ صعروا تصبح الأمور تباعد الشيء ينطلق مثلا من أجل نصف سياد سياد وضيف المفاجأة كتفيق ماليكا كتلق البنيت احداها ولكن عجلها ماكنش احداها واللي زاد قلقها بزاف وان هز حبيشو هزدكش ديالو ومشتا زاد خلفه مع طريق ما بقعت عرفته فين مشتا ماليكا بصراحة يعني بحده شدتيها وصرفقتها في ذاك الصباح مفهمت واروه وبنيت على قد الحاس حيها هي متن مشكل بنا وبينو ما مخاصمين ما مضاربين الناس كتدسوا دورو في مرضو دورو صعيبة ولكن كتشق طريق طويرة وكتكمل في المصارد عليها هادي الشي ما نطابقش لحالة ديال ماليكا ورجلها حاولت تصل به ماكيش تشلاتيليفون حاولت تسول نس واحد ما عارفه لا 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 يعني اتش واحد ما عارفه فين مشا والغريب واللي صعب في الامر وانه ودتيليفونها معاه كان عندها غير واحد تيليفون هكا صغير ديالة في الدر وحاولت تقلب من قد تيليفون ديالة خداه وده مع تيليفون ديالة لكي نقول لكم دوك للتيليفونات الحديثة الهواتف تك يعني في الواتساب الفيسبوك تيك توك الشي اللي كيشوفه الناس كاملين اده وخلا غير ذك تيليفون صغير من الدرد هو اللي كنت تحاول تصل منه ولكن ما كان يشرد يطالت مالكة تتغلب موود Consult حتاجت واحد السيدة مهم جابوا للخبار فين كين بأنه فين مشا مثل واحد لمدينة لا دعي لديك الاسم ديالة عند خوته مهم مع العلم أن هاتي السيد رجل الماليك رجل ما عنده لم يلبه عنده فقط خوته يمكن ديوجد كرة ووحدة مرة هاتي السيدة أخته مام زوجة ما عنده وديدات ما تشي حاجة وكانت صرحة علاقة بماليكة زوينة بزف ولكن في الأخر غادي تشوفوا معاي النهاية الصادمة قدت تليفون عرفات ماليكة باللي رجل هاركين عند خوته عند خوته وخوته في المدينة اللي مشاليها والمشكلة أنه كان واحد السيدة جاج عندها يفعلت خير قدت لا شوفي أنا غنقول لك أشنو كين وشنو كين رجل كافي مشاوها في نشا وهي شنو السبب السبب أخوتي هو أن خوت رجلها أخته وخوتاته كان هو أصلاً تعطيهم شوية كيصرف حديهم قبل ما يقعد دويرته وشو اللي عنده البنيتة وهذا وتستقر الحياة محلة ما بقاش ذاك المصروف دياله ليهم كيف العادة يعني كان هو كيف يفورني عليهم زع ما كيدبر عليهم هكا كيعطيهم ما بقاش لأنه اللي عنده بنيتة ولي عنده مرأة ولي عنده دويرة كيصرف دويرته ولكن ما يعنيش أنه ما يعاونه مش كيعطيهم شوي ذاك شي القصة الله ولكن ماشي بدك ذاك الحجم اللي كان في اللوبل مهم كيف قلت لكم ديكسيدة فاعلة خير قاتلها يوم نقول لك ها رجلك في نمشا ولا شمشا وهكين وهكين عاودت ليها كل شي من تقطقت السلام عليكم ديكسيدة كان عنده علاقة بخطوك كتعرفها وعارف شنو كان كيدور فراسة يمكن كانت كتعاود لها ولما عرفنا شنو كيين ولكن هادي هي المعلومات لي بالصح تعرفت من بعد لأن المشكل رباقي قائم حاليا حتى في هذا رمضان للاسف هما وقفين على طلاق دعبه أنا جايكم من هادرة كيف شو وصلوا لطلاق كيف قلت لكم قاتلي هارا خوتو وقالوا عليكم بأنك انتي استعباب في مرضو وانتي سحارة وانتي خليتي له رزقو ودرتي له ودرتي له ودرتي له ودرتي له وما خليتي شي يكون راسو وما خليتي كتخلي عطيه ومكدو كده يعني قاعدة كشي الخاي بجمعو فيها وزايد كملوا عليها بأنه قالوا لي هانتي أعزكم الله يعني بقولها قضية الفاسد بأنها كتفسد كتخرج كتدير شي حواجة لخيبين لا رجع مع العلم أنه مالكة إنسانة جيد 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 متدينة لحي جابوا زيفو ما شاء الله على منطر المدرسة مع ابنيتها مندرسة للطار يعني ما كتشي لها لها يعني وما خدامش يعني كتخرجوا لعضة غير في دارها ومدرسة وبنيتها فقط ما كيش حاجة غير هاد شي ومنين جابوا هما هاد القضية ديال أنه كتفسد وكتخرج وكتدير كيف قلت لكم مالكة إنسانة مزيانة بزاف لدرجة كانت يعني السر وتديال دارها كان هو راجلها عطيها لخطو هاد الخطو اللي قلت لكم عندها معان مشكل كتجي كتحل وقت ما بغت كتدخل وقت ما بغت مكيش مشكل لدرجة قلت لكم مالكة فش كنخرجانة تصخروا لهذا كنكون مكيناش كنرجع مثلا حتى شارجور فقط طب لو لهذا كنجي كنلقا في بلاس أخرى يعني كتدخل الدار كتدير ما بغت كتتستعمل وما كنش لكي يهدر معها ولكن حنحن حسنيني يا مالكة زعمة ما كانش هذا خطأ 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 كيدرون الناس بزاف كنش مسائل خصوصية ما يمكنش أعشوفها كل شي وما يمكنش أعرفها كل شي نرجع مالكة مش هات القصة بحلاكة هاديك الوقت اللي كانت كتكون عند أخته كانت كتتاخد تليفون ديال مالكة الله أعلم معا من كانت كتقدر شكون الرجال وللناس وللتصحاب وللتصحابات اللي كانت كتقدر معاهم ديالك الوقت أخته هي فقط بقاو دوك المساجات وبقاو نوامر وبقاو تلهادرا هو من اللي ده تليفون أصلا معرفش كيفاش يدورو هاد شي ودهو تليفون معا ولقى هاد شي وزاد طاق بلي بالسحرة مرت وقدرت شي اللي مدة 12 ولا 13 ولا 14 سنة وهي ما عاد غديت ولي ممزاناش وعاد غتقرج وغتتساد وغدير وغدير بحالك بقاو القادية هو ما زال عدخوته واحد نهار كان رجع للمدينة في انتاكنة مالكة ولكن ماني كيهدر معا في تليفونه بزز بزز كيفاش تطلقها معاها مون مقترش يشوفها قال المرة اللي لابن شوف هي بنتي فقط مرة الثانية مليشا فقال لا أنا ما فهمتش كي وقع لي ملي كنكون معاك أنا رباغي كمالكة وما عفتش كي وقع لي مراتني كن تحز ملا بحالك يربطوني بس ناسل ورجليا لا يكاوتووش ايه يوقفو عندك فببط الدار مان كان يعرفش كي يوقع علي وانا تالف انا باغيك وما عرفش شايش ايش نهوه بقاية القادية بحالك مبقاش ساير مبقاش المصروف هو كل ناس اللي كانت مالكة ضارها كي زاوية ما كتخواش وفي الأخر ما قال عليها واحد قبطة النعناع قبطة النعناع قبطة النعناع قبطة النعناع هي مطلقة ومعارس 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 المحكمة قادة عزت علي ومعارس 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 كتبغيه وكي يبغيها وكي يبغيه وبنتهم أو لا تفارقيه وياه ودير طلق الشقاق وكل واحد يشي طريقه أتمنى ما تبخلوش عليا باللايك واشتراك وتبرتجي هذا الفيديو باش ناس كاملين تستفيد من القصة دي الماليكة أولا أولا كانوا شي حلول واقتراحات هذا والمغزى ديالنا من هاد القصة لأنه فعلا كتعيش واحد الحالة نفسية اللي صعيبة ورجلها كفس مننا اللي مسكين معارفش راسه أشتحروا ليه ولا داروا ليه ولا متالفة بيه يعني جريه معارفش مسكين راسه فين شادها وخليتليكم الراحة وهنا تمنوا تدعموني بلايك واشتراك وإلا أعجبكم الفيديو تخليوا ليه كومنتر وكيف قلتليكم تقترحوا وقتراحات علامة ليكة اللي إن شاء الله نقرأوهم عليها ونقولهم عليها لأنها ليه مقاريش وما كتعاروش تقرأ غير فقط اقتراحات عليا القصة دياله باش نشاركها معاكم وتستفد اللي عنده شي تجربة ربما دوزها بهذا الشكل تا هي تستفد منها لأن ديك البنيت على الصراحة ما بغيناها ومالكة إنسانة رائعة جدا طيبة وحبوبة وبزاق ديال مسائل فيها ورجلة الليه دي إلا كان مسكين مسحور الليه دي ولكن دك شي ديالله رمعدنا من دير هات شي اللي كتقول هي كتقول حسبي الله ونعملوا كل في اللي شتتلي داري لكنت من عند الله مرحبا بيها ولكنت من عند العبد لا يسمح عليه إلى يوم الدين وخليت لكم راحة هنا والسلام عليكم